التقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد التقوى مقصد الصيام كما وردت في الآية التي أمرت بهذه الفريضة فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ التقوى عنوان عام وكبير لأخلاق المسلم وأعماله وأقواله وسائر جوانب حياته لكن ما الذي تورثه التقوى للمسلم نفسه وللمجتمع وما المقصد أو المقاصد العليا والفرعية التي تتحقق من الصيام كشعيرة مهمة يمثل أداؤها في شهر رمضان المبارك أحد أركان الإسلام كيف تتحقق التقوى هل بمجرد الصوم نفسه أم ثم تلوازم أخرى وكيف يتعامل المسلمون في يومهم هذا مع الصوم في وقتنا الراهن هذه نخبة من أسئلة حلقة اليوم التي تأتيكم بعنوان الصوم بين المقاصد والواقع أجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام كما أرحب بضيف الحلقة دكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر أهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور محمد مرحبا بكم أستاذ جهاد وإخواني المشاهدين بارك الله فيك وكل عام وأنتم بخير وأنتم بخير كثيرا ما يتحدث الدعاة والفقهاء عن غاية اكتساب الصبر والإحساس بالفقير التي تسعى شعيرة الصوم إلى ترسيخها بين الصائم في نفس الصائم هل هذه هي الغايات والمقاصد الكلية والكبرى من وراء هذه الشعيرة أم أنه ثمة مقاصد كلية أخرى مقاصد فرعية تفصيلية يمكن الحديث عنها من وراء هذه الشعيرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد على آله وصحبه ومن ولاه ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فمقاصد الصوم عندي ثلاثة لا رابع له الأول تحقيق التقوى والثاني تحرير التوحيد والثالث تهذيب الطباع وتأديب الأخلاق فأما الأول تحقيق التقوى فذلك لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كما ذكرت حضرتك في المقدمة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وبالنظر في الحقيقة يا أستاذ جهاد وإخواننا المشاهدين نرى أن التقوى ليست مقصودا من مقاصد الإسلام من وراء الصوم فقط بل التقوى مقصد عظيم لكل العبادات على الإجمال والتفصيل لكل التشريعات على الإجمال والتفصيل لكل الرسل والأنبياء أعني بالرسل الرسالات والأنبياء يعني أصحابها فبالنسبة للعبادات قال الله قال ربنا جل جلاله على سبيل الإجمال يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وعلى سبيل التفصيل آية الصيام وأيضا في التشريعات الرسائل يعني على سبيل الإجمال قوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وعلى سبيل التفصيل قوله جل جلاله كتب عليكم القصاص في القتلى إلى أن يقول ربنا جل جلاله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون هذا في التشريع أما في الرسالة التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وشرع التشريعات فذلك في قوله جل جلاله وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون إذن فالتقوى مقصود الشرع في تشريعاته مقصود الشرع في عباداته مقصود الشرع في كله جملة وتفصيل فهي مقصد عظيم لأن التقوى بها يعني هي مطلوب أمر الله عز وجل به الأولين والآخرين أن اتقوا الله وقال فاتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم فالله تبارك وتعالى أمر بها الخلق جميعا لأنها حرز للعبد من معصية الله ومخالفة أمره ولذلك يقولون في تعريفاتها كلام طويل وكثير يعني أجمله وأحسنه ما قيل ما نسب إلى سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه حيث قال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل وقيل أن التقوى هي الحرز أو التحرز من غضب الله عز وجل والتزام أمره واجتناب نهيه على أي حال هذا هو المقصد الأول من مقاصد الصوم وهو تحقيق التقوى المقصود الثاني من مقاصد الصوم تحرير التوحيد بمعنى تخليصه من الشوائب مما علق به لأن المسلم وهو سائر في دروب هذه الحياة وشعبها وعلوها وانخفاضها يتعلق بتوحيده علائق يشوب ثوبه النظيف منها أو ساخر وتتعلق به قاذرات لا بد أن تطهر هذه القاذرات لا بد أن يطهر التوحيد كل يوم آخر حتى لا ينحرف المسلم عن جدته وعن صراته المستقيم وقد يخرج من الدين وهو لا يدري فلذلك يعني هذا المقصود ظهر في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه جل جلاله الصوم لي وأنا أجزي به والشرح يقول قالوا كثيرا في معنى قوله تعالى في الحديث الصوم لي يعني هو خارج المقاصة أو خارج النقضة والذي قلته الصوم لي أن الله تبارك وتعالى أن الصوم عبادة تفرد بها رب العالمي دون آلهة أرض جميعا ودون آلهة الخلق أجمعين فأنت ترى مثلا هذا يعبد صنما وهذا يعبد بشرا وهذا يعبد شرجرا وهذا يعبد حيوانا وهذا يعبد إنسانا وهذا آلهة تراهم آلهة شتى لهم طقوس في العبادات وشعائر في التقرب إلى هذه الآلهة ليس منها الصيام أبدا يا أستاذ جهاد ليس منها الصيام أبدا وحتى لو ادعى واحد منهم أنه يصوم لهذا الإله فإنه كذاب لماذا؟ لأن الصوم عبادة سرية لابد أن يكون المعبود بها مطلعا على سرك نجواك وقلواتك وجلواتك وظاهرك وبطني فإذا لم يكن كذلك فإذا عبدته بهذه العبادة فلابد أن تكذب عليه وأن تخادعه ولهذا قال ربنا جل جلاله إنه عليم بذات الصدور ربكم أعلم بما في نفوسكم فهذا الرب الجليل يستوي عنده الغيب والشهادة تستوي عنده الجلوة والخلوة تستوي عنده أن تكون بين الناس وأن تكون بعيدا عن الناس تستوي عنده أن تكون في الظلمة وأن تكون في النور أن تكون خلف الأستار وأن تكون أمام الأستار أن تكون داخل الأبواب المغلقة والسطور المسدولة وأن تكون بين الناس هذا كله يستوي ظاهرك وباطنك عند رب العالمين فلذلك الله تبارك تعالى تفرد بأن استعبد عباده بهذه الشعيرة الصوم لو نظرت في كل آلهة الأرض سلفاً وخلفاً قديماً وحديثاً لن تجد مألوهاً معبوداً بالصوم ولن تجد عابداً عبد إلهه بالصوم لأنه سيعبده أمام الناس بالصوم فإذا اختلا ودخل بيته أكل وشرب لماذا؟ أرهق نفسي وأعذب نفسي بالجوع والعطش لإله لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا يعلم الغيب إذن فأنا مجنون إن تعبدت هذا الرب الصنم أو هذا الرب الذي علمه مكتسب والذي علمه محدود أنا أكون مجنوناً ولذلك تجنن الناس مهما تجننوا وذهبوا في الجنون كل مذهب ومشرب لكنهم عند هذه تعقلوا لماذا؟ لأن فيها عذاب للنفس فيها حرمان فلماذا يحرم نفسه من شهواتها؟ بحجة أنه يعبد هذا الإله ولذلك نقول إن هذا الصوم عبادة ربانية إلهية يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ثم بيّن صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي الزناد عن أبي هريرة يقول فيها الرب جل جلاله الصوم لي وأنا أجزي به إنه يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي هذا لا يكون إلا لله وإذا تكلم رب العالمين بهذا فإنه سينقطع عن غير الرب جل جلاله فلهذا الصوم من مقاصده تحرير التوحيد تحرير هذا التوحيد الذي من الرياء من الشرك الخفي من الشبهات في الربوبي وفي الألوهية أنا عندي ما فيش توحيد ألوهية وتوحيد ألوهية أو ربوبية وهو توحيد واحد فقط التوحيد عندي واحد لا فرق بين التوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية فالله رب العالمين جل جلاله هو المعبود الفرد بهذه الشعير فلا يصوم أحد لأحد لأنه لو صام له سيكون يعني كاذبا ماذا عن المقصد الثالث هذا حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كما ذكرت وحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة يقول الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي إذن فليس هناك ذافع آخر إلا مطلب رضا الله رب العالمين المقصود الثالث من الصيام تقويم الطباع وتهذيب السجاية ولذلك بقية حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل وفي رواية ولا يصخب فإن سابه أحد أو شاتمه وفي رواية أو قاتله فليقل إني امرء صائم وفي رواية إني صائم مرتين إنه يريد أن يذكر نفسه ببيئة الصيام فلا يصح أن يخرقها ولا أن يهدم المبنى الذي هذبه الله ورتبه ولا البيئة التي أعدها الله عز وجل فيها ففتح فيها الأبواب الجنة وغلق فيها أبواب النار وقيد الشياطين المرض وغيرهم ونادى مناد من قبل الله يباغي الخير أقبل ويباغي الشر أقصر إذن هذه بيئة يصلحه الله فإذا لا يصح مني كمسلم أن أعطل أن أفسد هذه البيئة الصالحة ولا أن أخرق ما فيها من محاسن ومن جمال لا هذا لا يليق بالمسلم فلذلك أنا أذكر نفسي إني صائم ثم أذكر هذا الشتام العياب الجهول الصخاب فأقول إني صائم يعني احترم أو قدر ميدان الصيام وبيئته التي أصلحها الله فلا تفسدها لا تكن عونا للشيطان على نفسك وعلي لا تكن عونا للشيطان على منهج رب العالمين أو منهج رب العالمين لا يا أخي لا تكن أكد فهو يذكر نفسه ويذكر هذا فلهذا نقول إن من مقاصد الصوم الصوم تهذيب الأخلاق وتقويم الطباع فهذا طبعه سيء لا بالصوم لابد أن ينصلح هذه سجاياه فاسدة لابد أن تقويم إنما الناس ولعل هذا يأتي الناس تسب وتشتم ما لك يا أخي يقول إني صائم يعني هو الصوم مدعاه لهذا السبب ولعلنا نأتي إلى هذا إن شاء الله لكن حقيقة دكتور النصوص الشرعية ربطت في حالات كثيرة بين الصوم وبين الصدقات حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كالريح المرسلة في الجواد والكرم في شهر رمضان ثم يختم شهر رمضان بصدقة الفطر ما وجه الدلالة هنا في الربط بين هذا بين الصدقة والصيام هل ثمت ملمح روحي مادي اجتماعي ما أردت الشريعة أنا أحييك على هذا السؤال لكنه ليس ربطا بين الصدقة والصوم إنما هو ربط بين الصدقة ورمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كغيره في غير رمضان هو كان صلى الله عليه وسلم أعبد خلق الله لله في كل وقته لكنه في رمضان كان يزيد هذا الميدان العبودية كان صلى الله عليه وسلم فيه يعني يقوى وينشط ويجتهد أكثر بل كل ما اقترب رمضان من النهاية ازداد صلى الله عليه وسلم في الجهد هنا السؤال فضيلة الدكتور يعني الربط بين الصدقة وشهر رمضان وشهر رمضان هو شهر الصيام فهناك يعني ربط ما بين الصدقة وبين الصيام ما دللت هذا الربط؟ دللته تهذيب كما نقول يعني ذبح الشح والبخل في النفس الإنسانية ثم إعانة الصائم حتى نفرغه لعبادة ربه واحد يقول أنت تخلق جو من التنابلة لا يا أخي نحن نفرغ الناس لطاعة الله وإذا استطعنا هذا فهذا خير ونعمة والنبي صلى الله عليه وسلم فرغ 72 واحد من الصحابة لهذا الأمر فرغهم لطاعة الله وكتابة العلم وكتابة الحديث وحفظ القرآن والجهاد في سبيل الله وهم أهل الصفة كان نمأولهم إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يجلسون فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق عليهم عليه الصلاة والسلام وكان يدعو أصحابه إلى النفقة عليهم صلى الله عليه وسلم نعم ما زلنا دكتور في سياق المحاولة تجليت مقاصد الصيام أكثر محاولة تجليت الجوانب الخفية من هذه المقاصد يعني الصيام جاء أمرت به الأمم السابقة أمير به اليهود وأمير به النصارى السؤال هنا ربما الذي قد يتبادر إلى ذهن نعم أي ميزة أو زيادة أو كمال خطصت به الشريعة الإسلامية فيما يتعلق في مفهوم الصيام من حيث مقاصده وغاياته هو الصوم والصلاة والعبادات في أصولها واحدة في كل الرسالات في أصولها واحدة في كل الرسالات وكذلك الصوم لم يختلف الصوم في أمة من الأمم عما فرض عما هو عليه في أمة الإسلام ولذلك نحن نجزم أو نقول جازمين إن اليهود النصارى حرفوا شريعة الصوم كما حرفوا غيرها لكن هذا واضح عندنا لأن الله يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وكافي التشبيه هنا لا تعني الفرضية فقط إنما تعني الفرضية والهيئة يعني هو كتب أي صار مكتوبا ومفروضا عليكم كما كان مكتوبا على من قبلكم بهيئته وأحكامه وتشريعاته صحيح حدث فيه بعض التغيير وبعض التجديد في بداية لكن في بداية شريعتنا فكان في بداية الشريعة مثلا أول ما نزل كان الصوم من الفجر إلى أذان المغرب فإذا دخل المغرب ونام الرجل واستيقظ في أي وقت يستيقظ يقوم مصائما لو نام خمس دقائق بعد المغرب وقام خلاص لابد أن يمسك ليس متاحا له أن يأكل إلى الفجر إنما متاح له أن يأكل إلى النوم إلى أي ساعة ينام فيها في الليل يقوم مستيقظا ثم نسخ الله عز وجل هذا الحق بأنه مد فترة الإباحة هذه إلى أذان الفجر سواء نام العبد أو لم ينم استيقظ أو لا يعني كان بعد نوم استيقظ أو لا مباح له أن يأكل ويشرب ويجامع أهله إلى أذان الفجر نعم دكتور لا شك أن يعني ليس المقصود فقط في الإسلام يعني الاهتمام لم يقتصر على الفرد وإنما هناك الجماعة المجتمع المسلم ما الدور الذي يمكن أن تؤديه شعيرة الصوم من حيث بناء المجتمع الدور المجتمعي أو الوظيفة المجتمعية لهذه الفرضة في صلاح المجتمع في بناء المجتمع في تحديد طبائع هذا المجتمع نقول أن علينا أن نستحضر دائما مقاصد الصوم نعم مقاصد الصوم أولا مقاصد الصوم ثم بعد ذلك ما يعني تفرضه على المسلم طبيعة الصوم وطبيعة رمضان طبيعة الصوم وطبيعة رمضان فطبيعة رمضان أن أبواب الخير فيه مفتوحة كما قال النبي عليه الصلاة فتحت أبواب الجنة أي قربت للناس أبواب الطاعات ويسرت لهم وسهلت عليهم فلذلك هذا تيسير من الله لا يأتي هذا في رمضان يعني هذه المعونة الربانية ليست موجودة للأمة كلها في غير رمضان قد تأتي بعض العباد قد ينالها بعض الناس يعني هذا أمر آخر إنما أن يكون مفتوحة كذا الأمر لكل الأمة فهذا يعني فضل من الله فلذلك الأمة عليها أن تنتهز هذه الفرصة العظيمة في تقريب أبواب الخير وتقييد الشياطين وتفتيح وتغليق أبواب الجهنم يعني تعسير المعصية ولذلك ينادي المنادي يا باغي الخير هذا ميدانه ولذلك التاجر حينما ينام في المواسم لا بد أن يفلس التاجر إذا نام في المواسم لا بد أن يفلس ومتى يعني ينشط إذا كسل في المواسم وكيف يجمع رصيدا من المال في آخر العام إذا جاء في مواسم العمل ونام وكسل فلذلك لابد للمسلم فردا وللأمة كلها أن تنشط في المواسم وهذا موسم عظيم كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هران لكن عندنا هنا إشكاليتان الإشكالية الأولى المنافقون والإشكالية الثانية فساد التصور وهذا يعني مش عارف سيأتي له سؤال أم لا طبعا على كل حال ربما هذا نبحثه في علاقة المسلمين اليوم واقع الصوم في حياة المسلمين اليوم لكن قبل ذلك يعني قبل أن نذهب إلى الفاصل دكتور في السنين الأخيرة كثر الحديث أو الربط بين العبادات ومقاصدها وخصوصا فريضة الصوم ابتداء هل ينبغي على المسلم أن أداء المسلم لفريضة الصوم طلبا لتحقيق المقاصد مقاصد هذه الفريضة في نفسه أم أنه ينبغي الالتزام بها دون النظر إلى هذه المقاصد وفي أي الحالين أفضل؟ لا هي المقصد ليس مطلوبا لذاته إنما العبادة إذا تحققت وقام بها العبد وفق ما أراده الله يتحقق المقصوم يعني كأنه مربوط بها شيء أوتوماتيكي يعني لذلك إذا صام العبد فصامت بطنه وفره وكل جوارحه وصام قلبه وعقله وصام فكره معه عما حرم الله طبعا وانشغلت نفسه بطاعة الله تبارك وتعالى انشغالا يليق بهذا الشهر كما كان عليه الصلاة والسلام فيه ستتحقق كل مقاصد الصيام التي ذكرناها يعني بنفسها لأنها ملازمة له على الصورة الصحيحة أما إذا أتى العبد بالعبادة على صورة فيها خلل أو فيها فساد أو فيها قصور فمهما طلب المقصود لن يتحقق هل ينبغي على المسلم في هذه الحالة العلم وإدراك حقيقة المقاصد؟ هل ينبغي أن يتعبد الله على علم بمقاصد هذه العبادة؟ هو نقول دائما لا يصح أن يُعبد الله بالجاهل ولذلك الجاهل هذا يعني مصيبته مصيبة كبيرة جدا لكن هذا التقليد يعني أنت تنسف مسألة التقليد في الأحكام الفقهية دكتور لا التقليد اللي أنا أقصده ليس لا يتعلق بالأحكام الفقهية وهذا لا الأحكام الفقهية هذه لها أربابها ولها أهلها أنا لا أقصد الأحكام الفقهية وإنما؟ إنما أقصد معاني العبادات التي شرحها القرآن وشرحها النبي عليه الصلاة والسلام وهي ظاهرة حاضرة لكل ذي عينين يعني لماذا أصول؟ هل يعني يتلذذ الشرع بأن نجوع ونعتش؟ هل الشرع يريد منا هذا؟ هل يعني نصنع كما صنع الأعرابي لما قالوا له أبشر فقد دخل رمضان قال والله لأبددن شمله بالأسفار هذا المسلمون الآن يقولون وأنا لأبددن ساعاته بالنوم هذا مقصد معوج وفهم غير سليم ولذلك أنا أقصد من العلم نعم ليس العلم بالفقه والأحكام وحدها بالصورة الجامعة إنما هو الصورة المجملة التي تصح بها عبادته وتصح بها عقيدته ثانيا عليه أن يدرك يا أخي يعني أسرار الصيام وأسرار الله في هذه الشريعة حتى يستطيع أن يعققها إدراك هذه المقاصد يعني في المنهاج الإسلامي على سبيل الندب أم على سبيل الفرض؟ لا نحن أنا هنا لا أتكلم في الأحكام يعني أنا لا أتكلم الآن في الأحكام هل هذا فرض عليهم أو غير فرض؟ في المنهاج الإسلامي في الرؤية في التصور الإسلامي الرؤية الإسلامية أقول لابد أن يكون المسلم على دراية وعلم بشريعة الله التي تصح بها عقيدته والتي تصح بها عبادته أما التوسع والتبحر في العلم فهذا للمتخصصين بلا شك ليس مطلوباً من المسلم العادي الأمي أو المسلم العادي أن يكون طالب عن علم في الأزهر أو في جامعة كذا لا 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 هذا غير مطلوب إنما المطلوب منه أن يعلم ما الذي يصح به صومه وما الذي يفسد به صومه ما الذي يستقيم به صومه حتى يكون كصوم الخواص وكصوم عباد الله الصالحين هل المسلم العامي لا يعلم أن الكذب والغيبة والغش ورؤية المتبرجات والمسلسلات والأفلام الخليعة وقتل الوقت بهذا الهزل يعني هذا يفسد جهده ويبدد صومه هذا غير معلوم هذا معلوم يعلمه أي الطفل المميز يعلمه وهذا ما أقصد سنبحث حال الصيام في حياة المسلمين اليوم ولكن لو سمحت لنذهب إلى فاصل فاصل ونواصل بعده الحديث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ما زلنا في الحديث عن مقاصر الصوم وحال هذه الشعيرة بين المسلمين اليوم والحديث دائما مع الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وجديد الترحيب بكم دكتور مرحبا يا أستاذ قهده استنادا إلى القيم العليا والمقاصد الكبرى التي تحدثت عنها والمراد تحقيقها من وراء شعيرة الصوم ما نسبة تحقق هذه القيم والمقاصد التي ذكرتها آنفا دكتور في حياة المسلمين في واقعنا الراهن؟ والله يا أستاذ قهد محتاجة رصد ومحتاجة دراسة لكن أنا أقول على الظاهر أن واقع المسلمين أليم هذه مسألة تدرك بالمشاهدة نعم لكن بالظاهر يعني واقع المسلمين أليم فبالنظر إلى حال الأمة حال الأمة أقول وبلا تردد مقاصد الصوم غير موجودة في الأمة إنما في حال الأفراد لا مقاصد الصوم موجودة عند بعض الأفراد أو عند قليل من أفراد هذه الأمة إنما على سبيل الجماعة لا الأمة عطلت مقاصد الصوم أمة عطلت وإن صامت يعني هناك تخلف إسلامي في ميدان الصوم نعم بلا شك نعم عند الأمة مظاهر هذا التخلف دكتور نعم أقول خلينا نقول لو نظرنا إلى التوحيد وتحرير التوحيد وتخليصه من الشوائب والشركيات وهو الجانب الأهم والبدع وهو الجانب الأهم عند الأمة أفرادا وجماعات يعني هل التوحيد محرر عند الأمة الآن من منظور الصيام من منظور الصيام أنت ترى المسلم وهو يصائم لكنه يرتكب من المنكرات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل بل ويزيد الطين بالله والداء أنه يسوّغ لنفسه هذه المنكرات ولا يريد أن يتوب وهو يستقلها ويحتقرها ويقول أنا ما صنعت شيئا ولا يعترف بخطأه ولا يقيم له وزنا إذن فأين التوحيد حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه ابن ماجا بإسناد صحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة يجعلها الله عز وجل هباء منثورا قال ثوبان رضي الله عنه صفهم لنا جلهم لنا يا رسول الله إننا نخاف أن نكون منهم ولا ندري فقال عليه الصلاة والسلام يا ثوبان إنهم منكم ومن جلدتكم ويأخذون من الصلاة كما تأخذون ومن الصوم كما تصومون ولكنهم قوم يا ثوبان إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها فهم يجترؤون على رب العالمين في الخلوة وكما اجترأوا على رب العالمين في الجلوة يجترؤون على رب العالمين في ارتكاب الذنوب ويحتقرونها ولولا أن الشريعة يا أستاذ جهاد قسمت المعاصي إلى كبائر وصغائر لقلت ليس عندنا صغائر لماذا؟ لأن الله عز وجل أجل من أن يعصى وأن يخالف أمره وأن تنتهك محارمه الله أعظم من هذا وأجل أنت لا تستطيع أن تخالف القانون الوضعي وتقيم له قدسية في نفوس أو تحاول أن تقيم له قدسية في نفوس الناس ومع ذلك الناس يعني تركله بأقدامهم هذا حتى عندنا يعني وهذا من فضل الله علينا إنما عند الكفار لا يحترمون هذا القانون ويقيمون له وزنا كما سمعت من من سافر إلى بلادهم فالله تبارك وتعالى يا أخي أجل من أن يخالف أحد أمره أو أن يعصي أحد شريعته أجل من هذا وأعظم ولهذا الكافر لو كفر بالله لحظة واحدة صار مخلداً في النار أما وإن الله عز وجل برحمته ونطفه وحنانه ووده بنا ولنا جعل المعاصي كبائر وصغائر ويتوب على من تاب وفي حديث الصيام هذا لخلوف فمن صائم أطيب عند الله من ريح المسك الصيام جنة الصوم لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها هل وجدتم بركة ورحمة وإنعاماً وإحساناً أعظم من هذا يعني يعصونه ثم إذا أحسنوا مرة واحدة يضاعف له ماذا ثم يعصونه فإن استغفروه غفر له تبارك وتعالى فلهذا نقول أول ما يجب على الأمة أن تصنعه وعلى الفرض أن يصنعه أن يخرج به من رمضان أن يحرر التوحيد هل بقي هناك أحد معظم في قلبه أعظم من الله هل بقي في قلبه أحد محبوب أكثر من الله إن كان الجواب بنعم فلابد أن تُعيد ترتيب توحيدك يا أخي لا بد أن تُعيد ترتيب يعني بيت توحيدك وإحسانه وإجبأ لا بد من هذا يعني دكتور هنا غياب المقاصد عن حياة المسلمين مقاصد الصيام بالذات هذه الشعيرة المهمة التي ينتظرها المسلمون في العام كله شهرا واحد والتي كان الصحاب يستعدون لها ستة من الأشهر ستة أشهر ثم يعني يودعونها في ستة أشهر بعد نهايتها هذه الشعيرة هل هناك يعني إدراك بين المسلمين لمقاصدها وهذا ما كنت تريد أن تتحدث عنه قبل الفاصل ثم تأشكالان هل هناك إدراك لمقاصد أم هناك جهل إعراض عن هذه المقاصد مع العلم بوجودها أحسن تبارك الله فيك لها سببان في الحقيقة السبب الأول فساد التصورات العلمانية هذه أفسدت كثيرا من عقول المسلمين أو أفسدت كثيرا من ترتيب الترتيبات الشرعية في رؤوس الناس وتصوراتهم عن الشريعة السبب الثاني الجهل بالشرق السبب الأول وهو إفساد التصور فساد التصورات الشرعية عند الناس الفصل بين الشريعة والواقع حتى عند الفرد هو يصلي ولكنه لا يعطي ابنته أو أخته حقها في الميراث هو يصلي ويستبيح لنفسه أن يغش الناس هو يصلي ويجور على جاره في الحقل أو في البيت أو في العمل هو يصلي ويتملق رئيسه في العمل وهو يعلم أنه دجال وأنه لا يصح أن يجلس في هذا المكان إذن فلا بد أن نعيد لو قصرنا هذه الأخطاء بالصيام دكتور لو تحدثنا عن الصيام هنا خلينا نصوم هو يصوم أقول هو يصوم تمام لو أنه يصوم ثم يرتكب هذه الفواحش أنا أسميها فواحش فعلا لماذا؟ لأنها فحش في القول وفحش في التصور وفحش في الفعل ناتج عن فساد التصور هو فصل بين شريعة الصوم وعبادته وبين ما ينبغي أن تكون عليه حياته وفق هذه الشعيرة ووفق هذه الشريعة فلماذا يا أخي فصلت بينهم؟ هي تصوم ثم تقرع إلى الشارع متبرجة يعني تعرض مفاتنها على الناس ثم تستحل هذا هذه مصيبة لو أنها اعترفت وأقرت أنها مذنبة وأنها مقهورة تحت الهوى وتحت الشيطان وتحت ضعف النفس لكن ذكرت أن هناك جهلا بمقاصد الصيام في شهر رمضان دكتور يعني آلاف وسائل الألام المنتشرة المختلفة السمعية والبصرية والمرئية والمقرؤة يعني كلها ذواء العلماء والدعاة يملؤون منابر الأعلام يعلمون الناس أحكامهم ودينهم كيف يتحقق الجهل في ظل هذه الظروف المطيئة ما هو الناس مش بت في وسائل الإعلام ما بتسمعكش يا أستاذ قياد لا لا انت هيسمعك ناس جمهور معين إنما الناس لا ورى الهوى والهلس يعني يلهثون فلذلك هذه واحدة ثانياً الماء هذا سيظل نقياً يروي الضمآن ما لم يلوث فالبيئة لوثت قل أمر ربي بالقصد ما بيقولوا شكد وأقيم وجوهكم عند كل مسجد ما بيعملوا شكد وادعوه مخلصين له الدين ما فيش كد إذن فأنا عندي الفساد الذي تراكم في عقول الناس وقلوبهم هذا يحتاج إلى كتائب من الدعاة المخلصين الصادقين مش كدبين لمحوه من عقول الناس ثم بعد ذلك كما يقول السادة الصوفية الصالحون التخلية ثم التحلية فإحنا بنحل على فساد يعني متى بدأ تخلف المسلمين عن ركب الصيام وعن إدراك مقاصده وغايته السبب هذه العلمانية حينما وقعت دولتنا وزالت خلافتنا حينما دخلت هذه العلمانية المجلمة بلاد المسلمين ويعني فعل الكفار في عقول المسلمين فككوا صواملهم وركبوها من جديد ولذلك أنت يجادلك المسلم الآن في أبجليات الدين وظاهره القاهرة فكيف يسلم لك في الأمور العميقة بعد ذلك والأمور التي تحتاج إلى تقعيد وتأسيس هذه أمور صعبة يعني ولذلك لا بد من بعث يبعثه الله عز وجل ولكن دكتور محمد يعني ربما يمثل شهر رمضان فرصة نادرة لتصحيح مسار المسلم وهنا أريد أن أتحدث معك عن علاقة الصوم بالتقوى وكيف تتحقق التقوى لو عدنا قليلاً للوراء لكن لو أذنت لي بعد الفاصل فاصل الأخير فاصل الأخير ومن ثم نستكمل الحلقة مشاهدي قناة الرافدين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيل سات على التردد 11142 عمودي وعبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 1283 أفقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت أهلاً وسهلاً بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم وهي عن الصوم بين الواقع بين المقاصد والواقع والحديث تائماً مع دكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر دكتور هل يكفي لتحقيق مقاصد تحدثت كثيراً عن تحرير التوحيد وعن وصول إلى التقوى وثم تهذيب الأخلاق وتنقيد السجاية لدى المسلم من خلال فريضة الصوم هل يكفي أن يصوم المسلم لكي يدرك هذه المقاصد أم أنه ثمت لوازمة ومساعدات أخرى وصولاً إلى هذه المقاصد هو في الحقيقة لا بد أن يصوم كما أراد الله تبارك وتعالى وكما شرع لكن مع هذا لا بد أن نرسم له الخطوط العريضة التي أرادها الله عز وجل من المسلم في الصيام فعندنا أربع خطوات لا بد أن يفعلها المسلم حتى يتحقق الصوم على صورة صحيحة ومن خلال ذلك تتحقق له المقاصد الشرعية المنوطة به رقم واحد إيجاد نفسه في ميدان الشريعة دائماً كما قال الله تعالى وأقيم وجوهكم عند كل مسجد أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إلي كبرى نأتي إلى كبرى هذه فأن يقيم العبد نفسه في 24 ساعة في ميدان الشريعة واحد يقول لي يا أخي هذا كلام يعني كلام خيالي هذا غير ممكن لأن الإنسان ليس آلة ولن يضبط نفسه بزر أو بمنبئ أو بشيء يعني يسير عليه نقول له أنت لم تفهم الشريعة بعد ليس من الضروري أن حينما أقول أن يقيم العبد نفسه في ميدان الشريعة في ميدان الشريعة 24 ساعة عمره كله ليس معنى هذا أنه لا يخطئ وليس معنى هذا أنه لا تزل قدمه كيف يقيم نفسه إذن؟ إذا زلت يتوب إذن هو هكذا فهو في ميدان الشريعة أما الإنسان حينما يخرج عن ميدان الشريعة تزل قدمه فيصنع الآتي رقم واحد أنه لا يتوب يسوف كيف التوبة يعني؟ سأقول أنه لا يتوب يسوف رقم اثنين عند بعض الناس هذه فئة ثم تتراكم عليه الذنوب فتصعب عليه الرجعة نريد أن نحصر الحديث في الصيام هنا في شهر رمضان نحن الآن في أول أيام شهر رمضان الثانية أنه قلت أنه لا يتوب أنه يسوغ لنفسه الفساد ويبرر الوقوع في الخطأ لا نقول له أقم نفسك في شريعة الله تبارك وتعالى في الوجه الحق الوجه الحق ليس معنى أنك لا تخطئ إنما استقم فإذا أخطأت توب واستغفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وإنه لا يغال على قلبي فأستغفر الله في اليوم أكثر من مئة مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم فلذلك الرقم واحد أن توجد نفسك يا أخي في ميدان الشريعة إما في ميدانها الإيجابي قبل الوقوع في الخطأ أو في ميدانها الإيجابي بعد الوقوع في الخطأ تمام؟ الثانية مقاطعة البيئات والخارجة عن الشريعة وقرناء السوء في رمضان في رمضان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن المؤمن يعد له من الزاد والنفقة ما يقوى به على طاعة النبي يتكلم عن شهر رمضان حديث أبو هريرا الذي رواه ابن أبي شيبة وأحمد وإن كان في إسناده ضعف لكنه خفيف وإن المؤمن ليعد له من الزاد والنفقة ما يقوى به على طاعة الله طب يا رسول الله والناس التنين قال وإن المنافق أو الفاجر يعد له اتباع عورات المسلمين واتباع غفلاتهم فهو غنم للمؤمن وشقوة للكافة فشوف النبي عليه الصلاة والسلام بينبهنه يقول لك المنافقين هيا أفلام وسلسلات ومطشاط ودنيا عرضة جدا وسأل صيامك وسأل مش عارف ليقتلوا لك هذا الوقت الثمين فإحرص على هذا فقاطع البيئات الخارجة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول والمهاجر من هجر السوء والرابعة يجب أن نفعل هذه المقاصد في النفس والمجتمع من حولنا هذا الذي كنت يريد أن أسألك عنه كيف يمكن تفعيل مقاصد الصيام في حياة المسلمين اليوم بالدعوة إليها كيف؟ بالدعوة أنا في نفسي أدعو نفسي إليها هل يا محمد أنت حققت التقوى من الصيام؟ هل حررت توحيدك من خلال الصيام؟ هل قومت أخلاقك من خلال الصيام؟ فأدعو نفسي ثم أدعو أخي جهاد وأخي علي وأخي فلان وأخي فلان من حولي هذه الدعوة نعم هذه الدعوة الثانية أن نبينها للناس بيانا عاما وشاملا الثالثة إقامة حياتنا عليها أفرادا وجماعات أن أقيموا الدين ولا تتفركوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وإحذر والله ما هيسبوكم لن يتركوكم كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا كما قال رب العالمين فلذلك لابد أن نتنبه لهذا جيدا أن نقيم حياتنا عليه حتى حياتي أنا أنا الفرد أقيم حياتي عليه إن استطعت هذا فإن شاء الله أنا سأنجح أن أقيم حياة أسرتي وحياة أبنائي وحياة جيراني وحياة إخواني وحياة من تربطني بهم الحياة يعني فيهنك علائق بيننا وبين الناس لابد منها لا تستطيع أن تفصلها أستاذ جهاد صديقك في العمل قرنك في الطريق كل هذه العلاقات هذه علاقات لا بد منها لا بد أن تكون العلاقات مبنية هنا على هذا الوضوح نحن في أوائل أيام رمضان يعني بدقيقة من فضلك يعني دكتور محمد يعني كيف ينبغي أن يكون المسلم حالاً ولساناً وجوارحاً في رمضان في السوق في البيت في العمل يعني هل الصيام وامتناعه عن الطعام والشراب بعد عام كامل من الطعام والشراب يبرر للمسلم مثلاً تقعسه في العمل تكاسله في العمل على سبيل المثال لأن كثيراً من المسلمين يتخذوا رمضان وليجة أو ذريعة لكي يعني يتأخر عن عمله لكي يقصر في عمله هذا واقع بين حال المسلمين لا هذا لا يجوز هذا لا يجوز تقصير في العمل وتضييع مصالح المسلمين هذا لا يجوز لكن دعني أذكر نقطتين على السريع فقط بدقيقة من فضلك القرآن والذكر من الأمور التي نحقق بها مقاصد الصوم الثلاثة القرآن والذكر إنما نعود للسؤال حضرتك اللي هو العمل لا هذا لا يجوز هذا فجور هذا فجور وخروج عن الشريعة فإما أن تستقيم وإما أن تستقيل تستقيل بمعنى تأخذ مش قادر تعمل وتصوم خذ أجازة يا أخي إنما لا تفرط في مصالح المسلمين أشكرك شكراً جزيلاً دكتور في ختام هذه الحلقة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة عزيزي المشاهدين في ختامها أشكر الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر شكراً لكم على حسن المتابعة في حراسة الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر